بارح صدر بيان عن الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل زي ما كان بيعلق عليه معالي الوزير والهيئة قالت ان احنا في تجارب افريقية رائدة زي نهر الزنبيزي ونهر السنغال وعلينا نستفيد من هذه التجارب الافريقية النجاحة والحياء مبدأ التشاور والاختار المسبق ده مبدأ اساسي في الانهار العابرة للحدود نتشاور مع بعض قبل ما تبني سد نتشاور مع بعض قبل ما تحجز ميا نتشاور مع بعض قبل ما تقيم مشروعات والاختار المسبق حتى لا يكون هناك خلل فيه منظومة المياه زي ما بيحصل من الجانب الاتيوبي خلاصة البيان المهم جدا اللي صدر الجانب المصري والسوداني جددوا التزامهم الكامل بالتعاون مع دول حوض النيل في اطار المبادئ المتعرف عليها دوليا والتي تحقق المنفع للجميع دون احداث ضرر لأي طرف من الاطراف فانهما تؤكدان ده المهم يا جماعة ده المهم جدا في البيان مصر والسودان تؤكدان مصر والسودان تؤكدان ان ما يسمى بالاتفاق الاطاري للتعاون في حوض النيل CFA غير ملزم لاي من هما يبقى اتفاق الاتفاق الاطاري غير ملزم لمصر والسودان مين مصر والسودان دولتي المصاب عندنا دول المنبع وعندنا دول المصاب مصر والسودان ليست دول المنابع وإنما دول المصاب يعني النهر بيصب عندها الاتفاقية والقانون الدولي بينظم الإعلاقة بين دول المنبع ودول المصاب وفق أسس قانونية دقيقة وفنية دقيقة هم راحوا عملوا اتفاق إطاري بينهم من بعض لم تشارك فيه دولتي المصاب اللي هي مصر والسودان في دول يعني الدول المفروض ست دول يوديعوا الموافقة بالاتفاقية بتدخل في حيث التنفيذ اتفاقية حيث التنفيذ لمن وقع عليها ملزمة لهم وليست ملزمة لدولتين المصاب اللي هي مصر والسودان يعني فيها عندنا ست دول وقعت على هذه الاتفاقية ومصر والسودان لم توقع على هذه الدول يعني قد ستة واثنين تمانية من 11 فيه ثلاث دول لم توقع حتى الآن يعني كينيا ورواندا رواندا اعتقد وقعت هنشوف رجوها ليه أولاد عموما البيان بيقول انه اتفاق الاطاري للتعاون ده غير ملزم لمصر والسودان ليس فقط لعدم انضمامهما اليه احنا مش موافقين عليه مش ملزم بالنسبة لنا مش عشان بس موقعناش عليه لا علشان مخلفته لمبادئ القانون الدولي العرفي والتعاقدي كما تشددان على ان مفاوضية الست دول الناشئة عن الاتفاق الاطاري غير المكتمل لا تمثل حوض النيل او اي في اي حال من الاحوال يبقى الاتفاق الاطاري اللي فيه ست دول وقاوا عليه كتاخرهم جنوب سودان هم ملزم لهم لمن وقع عليه غير ملزم لنا ليه لحكتين مش عشان احنا موقعناش عليه عشان هو مخالف للقانون الدولي القانون العرفي القانون التعاقدي وده رأي مصر وبقول تاني انه احنا ملتزمين بالقانون الدولي هذه الدول طبعا مع كامل احترام لكل الدول اللي وقعت لكل الدول اللي وقعت مؤظم هذه الدول يعني نتفهم انه عندهم ضغوط مش داخلية ضغوط من اثيوبيا من غيره لكن بقول تاني اثيوبيا بتعبث بمبادئ القانون الدولي اثيوبيا بتشارك بوعي في ضرب ثوابت القانون الدولي فيما يخص تنظيم العلاقة بين دول المصاب ودول المنبع والانهار العبرة للحدود هل اثيوبيا دولة يعني في محطها متعاونة لا دولة ماريقة ودولة غير ودودة ودولة بتمارس سياسة الضغط على الجيران وسياسة الفزاز وشفنا شغلهم مع الصومال ومحاولة تخطاع جزء من الارض والوصول الى البحث والحقيقة كلما قربنا من وصول الاتفاق بيهرب الجماعة الاثيوبيين شفناهم في امريكا من اربع سنين وهم كنا وصلنا رحين نمضي على الاتفاق ولم يذهب الجانب الاثيوبي وابي احمد قال لبعض الناس لو رحت هيموتوني او هيتباحوني على الاثيوبيين يعني وقبليه يدي سالين قال نفس الخلام وقبليه مين نفس الكلام ويعني اعتقد انه الوضع الداخلي الاثيوبي بيؤثر على قرار الاثيوبي والبحث عن عدو والبحث عن يعني هما بيحاول يبحث عن شماعة يعلق عليها مشاكله فكان قضية سد النهضة او قضية حوض النيل او قضية النهر النيل او مصر هي الشماعة الجاهزة يعلق عليها مشاكله ده مش موضوعي وده الوضع الداخلي اللي انا نتدخل فيه ونحترم الجميع لكن بقول احنا القانون الدولي هو السيد وتنفيذ القانون الدولي وتطبيقه اعتقد ده احنا قادرين على ذلك وبقول تاني وفقا لكل مبادئ الامم المتحدة مصر لها كامل الحق ومطلق الحقوق في الحفاظ على امنها المائي امنها المائي ده شق استراتيجي وبقول تاني احنا ما نحبش نتكلم في المدرد في الاعلام لان هذه الامور لا تناقش في الاعلام الاعلام لا يتم التفاوض من خلاله ولا يتم الزج باسم دول وغيره حتى تهدأ الامور لكن بقول تاني الجانب الاثيوبي لم يتوقف عن مناكفة مصر وعن مناكفة السودان يعني بعد ما صدر اللي وقعوا على البيان اثيوبيا وارواندا وتنزانيا واغندا وبروندي وجنوب السودان دوله ست دول اللي وقعوا على التفاقي الاطرية اللي هي غير ملزمة بالنسبة لنا لانها مخالفة للقرون الدولي مع كامل احترام للدول التي وقعت الدول اللي ما وقعتش مين بها صاروة الكونغو واريتريا وكينيا ومصر وسودان خمس دول اللي متوقع مصر وسودان ومعنا كينيا واريتريا واريتريا والكونغو ومصر وسودان وكينيا يعني